هذا وقد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تدولته من أنباء بشأن توجيه الدعم النقدي لبرنامج تكافل وقراما لغير مستحقي وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي أكدت عدم صحة تلك الأنباء موضحة استمرار صرف الدعم النقدي بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المستحقة حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة